العسكرية الشاملة وهنا كلمة الشاملة بس لو تسمحني حتى نتذكر سويا ان حتى كان في القبض على اتنين من تنظيم الاخوان في الجنوب وهم راحين للسودان مثلا هنا كلمة الشاملة يعني جغرافيا صحيحة تماما واستراتيجيا سياتي الوحي يجبنا عنها ماذا تحقق في شهرين بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحية لزملاء حضرتك في الستوديو تحية للمشاهد بقول المصريين كل سنواتوا طيبين بعيد القيامة يا رب عيدها مصر دايما بالخير برقيتي لشهدائنا ننفذ نفس المهام التي قدمتم ارواحكم من اجلها هي عملية شاملة ايوة قوة مسلاح قادرة المهمة من تسعة وعشرين نومبر الفين وسبعتاشر خلال ثلاث شهور زي ما اعمل القائد الاعلى تنفيذ الفعل بدأ زي ما حضرتك تذكرت من تسعة فبراير دايما عشان احترم زكاء وعقل الانسان المصري بسأل سؤال بديهة قوي العمليات الارهاب زي ما هو ولا زاد ولا قال يكاد يكون يختفي والحمد لله داي ديني الاجابة هل العمليات حققت مهمتها ايوة هل حققت مهمتها مئة بالمئة لا لسه مئة بالمئة يعني القائد سيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد ريسال كان يقفوا قدام القائد الاعلى تمام يا فندم احنا حقنا المهمة ونجحنا في تطهير الارض مئة بالمئة قد يتصرب عنصر اتنين حد يدفع بشكل او اخر انما السواد الاعظم من الارهاب بتسليحه ومتفجراته وتمويله ابتدى يبقى تحت السيطرة بصورة شديدة تاخد من كده يا استاذ محمد والمؤشر من اين فاكرة ما كان كل يوم عندك بيان يوم ويوم في بيان صحيح النهاردة يمكن من اول ابريل البيان رقم سبعتاشر جايز البيان رقم ستاشر كان في تسعتاشر مارس قبلها بعشر رقم ستاشر يوم البيان عايزة اوضح للانسان المصري ان البيان ما بيطلع مش بيان بتاع النهاردة لا ده بيان فترة عمليات انما ما بتتجمع حجم البيانات مع عملية رئيسية تمت النهاردة او تمت امس يبتدي يطلع البيان عشان ياخد بيدين المصريين ويحطهم على السكة احنا رايحين فين طيب انا طبعا كنت اتمنى يبقى فيه كل ساعة بيان عشان حالة التأهب وحالة الاستنفار اللي فيها المصريين كانوا من يوم 9 فبراير تظل موجودة حالة الاسترخاء المصريين لازم يعرفوا ان انا في حالة حرب لان السؤال هل الارهاب حقق مهمته ولا ما حققهاش كل الارهاب اللي فات ده لم يحقق مهمته للأسف لان الاستاذ البلتاجي فاكر البلتاجي الشاب الجميل اللي طالع قدام التلفزيون ده وقال لهم ان ما يحدث في سيناء يتوقف فور عودة محمد مرسي للحق فاكر الظريف الخفيف ده طب ما هو لا محمد مرسي رجع ولا المخطط اللي كان محمد مرسي هينفز وتنفز عشان كده في قتال الدنيا بتتفرج طب نبتدي نكسر في مصر والمصريين ازاي مرة اخرى لكن هم بتدوا يقرواك وعرفوا ان انتو شعب وجيش عاصي عالكسر بيبتدوا يدخلوا طرق اخرى طرق كتير انما اعتقد ان كل الاجهزة الدولة منتبهة الى ان سيناء لن يتم فصلها عن مصر عنفا او سلما او استرضاءا او باي اسلوب او اقتصادا حتى ما فيش كلام من ده لا اقتصادا دي بقى دين للدولة مشي فيها مش بتخطيتي انا هي لها تخطيتي وانا لها فكر فكري انا ان انا بعمر من الطرف البعيد الى الطرف القريب بعتمد على نظرة محمد علي اما حاب يعمر شمال الازباكية فعمل الاصر بتاعه في شبرة الخيمة ومد محور عمران ابتدى محور عمران يجي من بعيد للقريب انا بفكر في كده ليه ما ابتديش التعمير من خط الحدود من رفح العوجة الاسيمة عين الديس لحد اطابة ليه ما ابتديش خط التعمير من هنا وسينة على فكرة فيها اللي يوفر اللي يصرف على مصر في سينة فيها خير يصرف على مصر عشان تبقى عارف ان كان زراعة ان كان صناعة ان كان تعدين ان كان صروا سمكية ان كان سياحة علاجية دينية طرفية فيها كل الخير معدنة نرجع للعملية اللي تمت النهاردة والبيان استوقفني في البيان لازال عندي دنات هون الناس بتسمع كلمة هون والعسكرين فاهمين المدنيين مش فاهمين صحيح السلاح البندقية اللي بتبقى في الدين الارهابي شايف مين قدامه فبيناش نعليه بيضربه صحيح الهون مش كده سلاح اعمى الهون مصورة موجودة صحيح وتضرب على مسافة 3-4 كيلو منطقة مساحية زي ما يكون فيها ايه بتضرب منين جاله الهون منين جاته الزخائر في لازال في محطة ارسال جوة الملاكز اللي اتضبطت الـ 386 وقر ومخزن في محطة ارسال هي محطة ارسال في تقديري من اهم الحاجات ليه لان هذا الارهابي هو شاشة ما بتفكرش ما بتفهمش شاشة بيتعرض عليها اللي بيتبعت لها بيتبعت لها انسف فلان انسف فلان هاجب الموقع ده طب لهم ما تبعتلوش ما يعرفش يعمل ايه ما يفكرش هو شاشة كمبيوتر مش كمبيوتر خلاص فاذا بحط ارسال دي اتعجنت معنا كده الجهة اللي بتستقبل منها واللي بترسل لها ماتت الحلقة دي